تدابير جديدة تعلنها الهند لتحفيز السهلاك وإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة من تداعيات وباء كوفيد-19 وذلك قبيل بدء موسم الأعياد في البلاد وتشمل التدابير تمويلات لدعم السهلاك بنحو 5 ملاير دولار تتضمن قروضاً للموظفين وإمكانية تحويل رسوم النقل غير المستخدمة إلى سلع وخدمات ومن بين الإجراءات المعلنة أيضاً قروض على مدى 50 سنة بدون فوائد قيمتها 1.6 مليار دولار تمنح للولايات إمكانية إعادة شق طرق وإقامة منشآت وبنيات تحتية بحلول مارس المقبل من جهته البنك الدولي كان قد توقع مؤخراً أن ينكمش لإقتصاد الهندي بنسبة 9.6% هذا العام بسبب الوباء اشتركوا في القناة